تسلم فخامة الرئيس ألن بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري في القصر الفيدرالي في بيرن عاصمة سويسرا أوراق اعتماد سعادة الدكتور محمد عبدالغفار عبدالله سفيرا فوق العادة ومفوض لمملكة البحرين لدى الاتحاد السويسري والمقيم في باريس وقد نقل سعادة السفير إلى رئيس الاتحاد السويسري تحيات حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما للرئيس السويسري بدوام الصحة والعافية والاتحاد السويسري بمزيد من النماء والازدهار مؤكدا أهمية دعم وتعزيز العلاقات التي تربط مملكة البحرين والاتحاد السويسري على كافة المستويات بدوره كلف فخامة رئيس الاتحاد السويسري سعادة السفير بنقل تحياته إلى جلالة ملك مملكة البحرين المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين حكومة وشعبا بمزيد من التطور والرخاء مهنئا سعادة السفير بمناسبة تعيينه في هذا المنصب مؤكدا لسعادته بأنه سيلقى كل الدعم لإنجاح مهمته الدبلوماسية الهدفة إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية الوطيدة على كافة المستويات بين البلدين الصديقين